السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معانا فيديو جديد زي ما انت شايفين النهاردة هنعمل مع بعض كبكيك الفانيليا هنعمله بطريقة سهلة جدا شايفين بقى شكله حلو إزاي وكمان مفرغ كده من جوة ولونه فاتح وجميل جدا إن شاء الله يعجبكو جدا عملت منه جزء صغير كده بالفروتة المسكرة علشان خاطر يعجب الأولاد ان شاء الله الوصفة تكون سهلة معاكم وتكون المقادير كلها بسيطة وموجودة في المطبخكم يلا نبدأ كده ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه معايا كده اول حاجة كوبايتين دقيق كوباية من السكر كوباية من اللبن نص كوباية من الزيت النباتي طبعا بدون ريحة معلقة كبيرة بيكنج بودر بضاية ورشة ملح ورشة فانيليا انا قررت ان انا اعملكوا المقادير كده لوحدها علشان لو حد حابب ان هو ياخدها سكرين اه تبقى الوصفة معاه كاملة اه دي يا جماعة كوبايتين ادقيق كوباية لبن كوباية سكر نص كوباية زيت بضاية اه كمان رشة ملح كيس فانيليا وكمان معلقة كبيرة بيكنج بودر هنبتدي على طول في الوصفة بتاعتنا واول حاجة هنحطها هنحط السكر مع البيض وعلى طول بالمضرب الكهرباء لو ما عنديكيش مضرب كهرباء هيبقى المضرب العادي خالص اليدوي ما عنديكيش برضو ممكن تعمليها في الخلاط عادي جدا ما توقفيش نفسك على حاجة المهمة هنبدل نضرب فيها كده لغاية لما اه لون هيفتح كده وتعلى معايا شوية وطبعا هننزل معايا بكيس الفانيليا علشان خاطر البضاية اللي احنا حطناها هنضرب كده فيهم شوية زي ما انتم شايفين كده ابتدوا يفتحوا كده هبتدي ان انا ننزل بالزيت يكون آآ خط كده آآ وانا بدرب هتلاقي القوام آآ تقل شوية معاكي وابتدى برضو ان هو يفتحها اكتر وهيبتدي يتقل اكتر هتبتدي على طول تنزلي باللبن كده القوام هيسيب معاكي خالص وهيبقى فاكك هبتدي اعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما ضربت كده المكونات مع بعض وهنقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه مهمة قوي ان الديق يكون منخول مرة واتنين علشان خاطر الكيكة بتاعتك او الكاب كيك او اي حاجة بتعمليها تكون هشة هنزل كده بالمقدار كله مرة واحدة طبعا المعلقة مش تنفع بقى دلوقتي خالص هبتدي ان انا ابدلها بالمضرب اللي هو السلك المضرب العادي بقى وهتقلبي في اتجاه واحد علشان ما تخرجيش الهواء اللي في الكيكة لغاية لما ايه القوام بتاعي ايه عم خالص خالص ويبقى كده انسيابي معايا شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه تحفة شايفين هو ده بالزبط اللي انا عايزاه والمقدار كده مزبوط جدا طيب انا دلوقتي معايا الفروتة المسكرة اللي احنا كنا عاملينها من قشر البطيخ روعة يا جماعة اهي زي ما انتو شايفين بالشكل ده هنزل بقى بالكمية اللي انا عايزاها وطبعا بتفرق لو ولادك بيحبوا الفروتة في الكيك او لا بعد ما قلبتها كويس هبتدي ان انا اجيب اللي هي الصينية بتاعة الكوبكيك وهنحط فيها الورق بتاع الكوبكيك وبعدين بالمعلقة بقى بتاعة الايس كريم علشان خاطر تبقى زبطالي بقى الدنيا خالص وابقى عارفة ان هنا قد هنا انا بحط كده بالمعلقة ولو فضت معايا كمية ولا حاجة برضو بعاير كده بشوف بحط هنا قد ايه علشان احط في القالب اللي بعده يعني زي الكمية بالزبط اللي انا حطتها وعايز اقول لكم ان الفروتة المسكرة مش مهمة خالص في الوصفة ممكن تعمليها من غيرها بس علشان خاطر لفت نظر بس للاطفال ان هم ياخدوا الحاجة دي او ياخدوا الاكل ده ويكون فيه الوان كده تشدهم وتجذبهم ويحبوا ده كده شكل الكوب كيك بعد ما عملته طبعا الفرن سخن من قبل ما ابتدي في الوصفة انا مسخنة الفرن كويس قوي على درجة حرارة 200 هبتدي ازين كام واحدة كده برضو بفروتة مسكرة من على الوش وهبتدي ان انا دخل الصينية الفرن اول ما هدخل الصينية على الشبكة في الرف الوسطاني هنزل درجة الحرارة من 200 ل180 وفي اخر دقيقة بس هشغل الشواية بعد ما تستوي طبعا وتبقى دهبي من تحت هتخرج معايا بالمنظر الجميل جدا جدا ده هي لستة حالا خارجها من الفرن شايفين شكلها حلو ازاي وكمان التسوية بتاعتها حلوة جدا هي ما خدتش اكتر من دقيقة او اقل من دقيقة كمان تحت الشواية وتاخذي بالك عشان ما تلسعش منك فتحت لكم واحدة كده عشان تشوفوا اي قدقين فراغة من جوة شايفين عاملة زي الكيك الاسفنجي بالزبط بصوا مهما انقاتني فيها بتطلع كده في مكانها تاني كيكة جميلة وهشة وولادك هيحبوها جدا طبعا لو حابة تزييني بكريم شانتي او اي حاجة بقى حابة تزييني بها حتى لو شكولاتة اي حاجة اي حاجة اه ممكن تزييني انا كده هسيبها المرة دي بدون تزيين بصراحة لان الفروتة مديها شكل حلو ومش محتاجة تزيين اوياني كده الوصفة بتاعتنا تكون انتهت النهاردة اتمنى الوصفة بتاعتي تكون عجبتكو تكون سهلة كده وخفيفة وتقدروا تنفذوها بسهولة الوصفة كلها على بعضها مش هتاخد اه تقريبا يعني اه عشر دقايق ربع ساعة تحضير وعميل ومش تاخد تقريبا برضو ربع ساعة في الفرن اه ففي خلال نصف ساعة يكون عند الكمية حلوة جدا من الكابكيك بكوب بيتين بس من الدقيق وبمقازير كلها بسيطة اه نفذوها لولادكو والدهالهم كده وهم رايحين اه المدارس والحضانات حاجة كده نظيفة وجميلة وتحفة كمان انت اللي عاملها في البيت لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الحلوة واخر حاجة ولها لكم بالفهنة وشفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة